مكون آخر من مكونات أو عناصر البحث هي مشكلة البحث وحياة دي تعتبر من أكثر المكونات اللي بتؤرق الباحثين كثير من المشكلات البحثية من خلال قراءة البحث بتكون مصطنعة بتكون مفتعلة وإن الباحث في كثير من الأحيان بيكون غير قادر على تقديم الشواد والأدلة على إنه هناك مشكلة تستحق الدراس أو إن الشواد والأدلة تكون ضعيفة وعشان كده المشكلة تبدو مفتعلة أو مصطنعة حقيقة يعني كثير من المشكلات البحثية تأتي في صياغات غير دقيقة وغير معبرة والذي سنسأل نفسه أين هي المشكلة كثير من البحث تأتي فيها المشكلات في صورة سؤال وزي يعني تتحدد مشكلة البحث في السؤال التالي ما فاعلية ما أثر هذا السؤال عادة لا يمثل مشكلة البحث ولكن يمكن معالجة مشكلة البحث من خلال الإجابة عن هذا السؤال مشكلة البحث ينبغي أن تأتي في صورة عبارة تقريرية زي عدم توافر كذا لدى كذا ضعف أو قصور كذا لدى كذا وجود حاجة للكشف عن كذا لتحديد كذا حقيقة حقيقة يعني الكلام كتير أو يطول في المشكلة طبعا المساحة التي تأتي فيها المشكلة أحيانا بتبقى صحفتين وثلاثة وأربعة وهي المشكلة معروف كده problem statement اللي هي جملة المشكلة فالمفروض المشكلة تيجي حقيقة تيجي يعني في عبارة تقريرية يمكن يكون لها وجهة نظر في المشكلات البحثية قد لا يوافقني فيها البعض حقيقة ولكن أقول في ضوء مجال وطبيعة تكنولوجيا التعليم في ضوء طبيعة مجال تكنولوجيا التعليم وأهدافه ومكوناته حقيقة لها وجهة نظر ممكن أن بعض البحوث ستضمن مشكلة بحث وأهدافه إذا كانت هذه البحوث تتعامل مع مشكلات تعليمية حقيقية أو واقعية وممكن أقدم شواهد وأدلة حقيقية عن وجود هذه المشكلة أما إذا كانت بحوث تطورية تتعامل مع متغيرات تصميمية بنائية بهدف التوصل لأفضل المعالجات اللي ممكن من خلالها نزود الكفاءة والفاعلية الخاصة بالعملات التعليمية ممكن يكتفى من وجهة نظري بأهداف البحث والاستغناء عن مشكلة البحث أو يعبر عن مشكلة البحث بأنه فيه حاجة في وجود حاجة للكشف عن كذا لتحديد كذا لتنمية كذا وأيضاً هناك سؤال بيطرح نفسه حقيقة أو بنترحه على أنفسنا هل لا نجري البحث إلا إذا كانت هناك مشكلة؟ الإجابة طبعاً من وجهة نظري لا وده حقيقة بيقودنا إلى أن البحث لا يشترد بالضرورة أنه يتضمن مشكلة ولكن بالضرورة يتضمن هدف أو مجموعة أهدف مكون آخر من مكونات البحث وهو أسئلة البحث كثير من الأحيان أجد في البحث سؤال يبدأ بأدات الاستفهام كيف وأنا بس عايز أأكد على حاجة أنا لا يوجد لدي مانع أن يكون هناك سؤال يبدأ بكيف ولكن في حالة ما إذا كان الهدف من البحث هو التوصل إلى إجراءات لم تكن موجودة من قبل فكيف دي حتوصلني إلى هذه الإجراءات؟ أما إذا كانت الإجراءات دي متعارفة عليها فلا ينبغي إطلاقاً أن السؤال يبدأ بكيف زي مثلاً عايز أبني استراتيجية أو مصدر تعلم أو معالجة معينة يمكن كان عندي باحثة بتعمل رسالة وكان عنوان رسالة بيبدأ ببناء استراتيجية تصميم متجاوب للمواقع التعليمية قائمة على تجربة المستبدأ هنا لا ده لازم يبقى فيه كيف يعني زي احنا هنبني هذه الإيه الاستراتيجية لكن مش كل بحث ممكن يكون فيه سؤال يبدأ بكيف أيضاً بجد في كثير من البحث هناك خلط ما بين أسئلة البحث وبين إجراءات الإيه البحث شيء مهم جداً بلحظه أيضاً في كثير من البحث وخاصة البحث اللي هي البحث التفاعل ما بين المعالجة والاستعداد هذه البحث حقيقة يعني بتستخدم التصميم العاملي اللي هو سواء 2x2 أو 2x3 فاكتوريال ديزاين حقيقة وعادة الإسطوب الإحصاء المستخدم في هذه البحث بيبقى تحليل التبايل ثنائي الاتجاه وهذا الإسطوب الإحصائي بيزرلنا حاجتين على فكرة بيزرلنا الأثر الإحصائي والأثر التجريبي يعني أثر إحصائي هو الأثر الخاص بالاستعداد سواء كان خاص بالإسطوب المعرفي المستخدم في البحث أو إسطوب التعلم يعني ممكن قوي السطر الأولاني في الجدول بيجيب للإسطوب المعرفي المستقل والمعتمد المتروي والمندفع متحمل الغموض وعدم متحمل الغموض ويجيب لي قيمة F ويقول عليها دالة أو غير دالة هذا الأثر بيبقى أثر إحصائي وليس أثر معالجة ولذلك في أسئلة البحث لا ينبغي أن أكتب مثلا يعني ما أثر الإسطوب المعرفي المستقل والمعتمد في تنمية كذا لا أنا ممكن أشوف من خلال هذه المعالجة أي مكان أفضل المستقل ولا المعتمد لكن ما أقدرش أقول ما أثر الإسلوب الإيه الإسلوب المعرفي أريد أن أقول طبعا أسئلة البحث المفروض يبقى فيه بينها وبين أهداف البحث فيه اتصاق حقيقة يعني إحنا دائما من الهدف أو الأهداف بتاعة البحث بنترجمة إلى أسئلة والأسئلة يصغ لها فروض والفروض يتم اختبارها وأيضا من خلال اختبار الفروض نحن نجيب عن الأسئلة ومنسمى تتحقق الأداب بتاعة البحث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر